تنعان التهوار جنوب العراق طويلاً نتيجة من انعدام خطط التنمية وتشفيفها من قبل النظام السابق مطلع تسعينات القرن الماضي على خلفية أزمات داخلية عادت الحياة مجدداً إلى الأهوار بعد التغيير عام 2003 فقد بدأ أهل الأهوار في العراق بالرجوع تدريجياً إليها بعد عودة المياه إلى أراضيهم لكن هذه العودة لم تخدوا من المصاعب الاقتصادية والمعيشية إذن هناك تهديدات تحدق بالمنطقة من جديد فالماشية تموت والمياه سممت والأراضي الخصبة قد جفت مع أن جنوبي العراق باحتياطه النفطي الذي فيه قد يعض من أغنى مناطق الشرق الأوسط لكن يعيش الكثير من سكانه في الجوع والبؤس على الرغم من أن موجات جفاف حدثت من قبل لسيما في عامي 2009 و2015 الثعود موجة العام الحالي غير مسبوقة حيث أن تركيا والحكومة العراقية والتغيير المناخية هي جميعها عوامل تتحمل المسؤولية عن انهيان كارثي أدى إلى جفاف مساحات واسعة في الأهوار حيث أن مستوى المياه في الأهوار قد تراجع خلال الأشهر الستة الأخيرة من 1.8 متر فوق سطح البحر إلى حوالي 46 سنتمتر أسباب عديدة وراء جفاف تلك الأهوار لعل أبرزها نقص مياه الأمطار خلال العام الحالي وأيضا قرار تركيا ملأ سد أليسو الموجود على نهر ججلة وأيضا غياب التخطط الحكومي لحل هذه الأزمة لوئي الحسن WTV